السوداني قد شكل كابينته الحكومية ونال ثقة البرلمان وطرح برنامجه الحكومي للمرحلة المقبلة كيف وجدت التشكيلة والبرنامج الحكومي؟ هل هي متناسبة مع حجم التحديات المرحلة وإخفاقات الماضي التي كنت قد أشرت لها أنت في لقاءات كثيرة؟ والله أستاذ نجم سألنا جوابك جواب صريح جدا أنا طبعاً ادعمت الأخ السوداني نعم وروجت له أن يسكون رئيس الوزراء لمعضية ونجاحه في وزارات هو تبوأ رئاسته نعم وزارات يعني صار هو رئيسه وزيره ومعروف عنه بالنزاهة الحقيقة بس الحقيقة أقول لك شي كان أكو خطأ كبير ما بين التيار الصدري ارتكبه بين سحبه وثلاثة وسبعين نائب كان لازم البرلمان كله بيقضى وقضى يستقيل ينتهي ويصير انتخابات جديدة نعم وهذه ستترك ثغرة كبيرة في مستقبل المجلس النواب العراقي وبالمقابل الأخوان بالإطار التنسيقي اعتبروا هذا انتصار لهم وروجوا أنه يعني واتفقوا على الشيعة السودانية أن يصير هو وزراء طيب ما مبالين ما مبالين أنه 73 نائب قرروا ترك المجلس النواب وولدت هاي الملاحظات الوزارية يعني الخطة الوزارية انصح التعبير على حياء بيها تناقضات وبيها مشاكل وبيها عموميات كثيرة نعم أنا اطلعت على التقرير السياسي قبل يوميا وسويت تعليقات عليه كبيرة وكثيرة فالحقيقة لا يتناسب مع المرحلة ولا يتناسب مع المستقبل ولا يتناسب مع العداد لمستقبل مشرق للعراق يعني بأثلا أجيب لك مثال يعني لا أكو تحقيق فيما يتعلق بقتل المتظاهرين السلميين ولا بالبطش اللي لحق بيهم لا أكو حتي على النازحين وضرورة العمل على عودتهم ووضع النقاط الرئيسية في عودتهم نعم وثانيا يعني تعرف حضرتك يعني من أن يطرح مشروع وزاري لازم يكون متكامل يعني موهيا وخاصة يتناسب مع ظروف المرحلة الدموربية الدموربية العراق نعم هذا الانتخابات ماكو أكو التلكؤ بذكر الانتخابات بعد عام من الآن واختار الاتفاق هو بالبداية والبيان الوزاري وبيان رئيس الوزراء أنه خلال عام يسوي انتخابات نعم هذا ماكو الأثر نهائيا وأكو تميع لهذه المسألة رئيس الجمهورية عشر شكل رئيس الوزراء عشر شكل عدم وضوح في حيثيات النظام السيادسي لمجلس الوزراء نعم وهذا لا يليق يعني لا يليق بالعراق ولا يليق بالعراقيين بعد هالمعانات الكبيرة خلال السنوات العجافة التي مر بها العراق الآن نواجه بهذا النوع من البيانات والتعحدات والعامة وليس الخاصة التعحدات في سنة عمل السلدة وسنة عمل كذا ونعمل كذا سنة عمل كذا ننفذ كذا لازم يصير نعم مو نعمل كذا ننفذ العملية الفلانية نمثل ملاحقة الفاسدين هذه خطتنا لملاحقة الفاسدين وشفت النقاط اللي مثلا تتعلق بالفساد يعني نقاط سطحية كل اش لا تغني ولا تشبه اشتركوا في القناة